بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين و قائد الغر المحجلين نبينا محمد الهادي الأمين صلى الله عليه و على آله و صحبه جميعه حيكم الله إخواني المشاهدين الكرام في برنامجكم قربات بهذا البرنامج بذن الله عز وجل نعرض كل شيء يقربنا إلى رب الأرض والسماوات كل شيء نحبه الله تبارك و تعالى لكي تكون عبادتنا صوابا من كلام الله عز وجل و على سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فكون فيها الإخلاص و المتابعة للنبي صلى الله عليه و سلم من الأمور المطلوبة لكل عبادة و قربة إلى الله عز وجل من هذه الصلاة و من أعظمها و هو الخشوع يقول الله عز وجل في محكم التنزيل و خشعة الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة الخشوع هو السكون فسكون القلب لطاعة الله تبارك و تعالى و هي قيان القلب بين يدي الرب تبارك و تعالى إذا خشع القلب و انقاد لأوامر الله عز وجل و ذلت هذه الجوارح و لذلك حينما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رجل يصلي فكان كثيرا الحركة فقال لو خشع هذا الرجل لخشعت جوارحه تجد كثيرا من الخاشعين حينما تمر عليهم آيات الرحمة و آيات العذاب يبكون خشية لله تبارك و تعالى يرجون ثوابه و يخافون أليم عقابه سبحانه و تعالى و ذلك إذا قيل لهم قال الله و قال رسوله صلى الله عليه وسلم انقاد لأمر الله و انقاد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عنهم و ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فهم انقادون لأمر الله عز وجل مخاشعون له تبارك و تعالى و قد امتدح الله تبارك و تعالى هؤلاء الخاشعين قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون فالذين هم خاشعون الله عز وجل سماهم بالمؤمنين و هي رتبة عالية فمن ذلك هذا الرتبة العظيمة أنهم مؤمنون بالله تبارك و تعالى راجون ثواب الله تبارك و تعالى فالخاشع لا شك أنه يتلذذ بكلام الله تبارك وتعالى يتلذذ بطاعته لله عز وجل يتلذذ بدعائه لله تبارك وتعالى هو يناجي ربا عظيما سبحانه وتعالى يناجي خالقه و رازقه الذي خلقه و أحسن تصويره هو الله تبارك وتعالى هكذا يجب علينا دائما في صلاتنا لا أن نأتي في الصلاة فننقرها نقرا و صلاة لا فيها لب للخشوع و لا فيها أي شيء من هذه العبادات فقد بعضهم يريد أنه يؤديها ثم ينصرف و لذلك جاء في الحديث أن بين المصلين كما بين السماء و الأرض يصلون و يؤدون الصلاة لكن هذا الرجل خاشع لله عز وجل يتلذذ بكل دعاء حتى الفاتحة إذا قرأها يقرأها بتدبر يقرأها بخشوع أما الذي بجانبه لا يقرأه إلا أداء فلا يفهم بعض الآيات و لا يعرف مرادها كذلك إذا دعا يدعو بقلب لاهن و أما هذا المؤمن الخاشع فإنه يدعو بجمع قلبه و خضوع و خشوع و ذل لله تبارك وتعالى و قد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله الدعاء من قلب لاهن قلب لا يجمع في هذا الدعاء و لذلك يجب عليه أن يكون الإنسان حينما يدعو موقنا بإجابته لله تبارك و تعالى لا يعلم أن الله سيجيب الدعاء لا يقول أني سأدعو و سأجرب إن أجاب الله و إلا ننظر نفعل لا نستطيع أن أفعل شيء آخر و ذلك جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أدعو الله و أنتم موقنون بالإجابة أي إجابة من الله تبارك وتعالى فتدعو الله تبارك وتعالى و تعلم أن الله سيجيب لك دعاءك و هذا الأمر يجب عليه أن يكون يقين في كل مسلم أنه يدعو الله و هو منقل بإجابة إما أن الله عز وجل يجيبك دعاءك و إما أن يصرف عنك سوء و إما يدخرها الرب لك تبارك و تعالى فاصل إخواني الكرام و نواصل فكونوا معنا حياكم الله إخواني المشاهدين الكرام رجعنا لكم بعد هذا الفاصل من الأدلة الكثيرة تدل على أهمية الخشوع يقول الرب عز وجل قال و استعينوا بالصبر و الصلاة و إنها لكبيرة إلا الخاشع فبالصبر و الصلاة تنال هذه الخشوع لا تستطيع أن تخشع من أول يوم بل يجب عليك أن تجاهد نفسك إذا خرجت من الصلاة هل تعلم ماذا قرأ الإمام هل تذبرت دعاءك بين يدي الله تبارك و تعالى فجاء في أحاديث كثيرة قوله صلى الله عليه و سلم سبعة و ظلهم الله في ظله في يوم لا ظل إلا ظله ما هذهم السبعة؟ قال من صفاتهم و هذا رجل ذكر الله خاليا ذكر الله وحده لا أحد يطلع عليه ففاضت عيناه لماذا فاضت عيناه؟ بكى لماذا؟ خشة من الله عز و جل يجب علينا أخواني أن نتدبر أنفسنا متى بكينا خشة من الله عز و جل بعض الناس لا يبكي إلا إذا فقد عزيزا أو صديقا أو أحد أرحامه أو أحد أولاده أو غيره لماذا لا نتدبر بكلام الله عز و جل و لذلك يوم عظيم الله عز و جل سيقف الناس هل فعلت له و أعملت له لهذه الأيام و لذلك من أسباب الخشوع التي تؤدي إلى أن يخشع الإنسان ألا و هو تعظيم قدر الصلاة في قلبه لأن الصلاة صلة العبد بربه عز و جل موعد مع الله تبارك و تعالى أنت تناجي لها تبارك و تعالى تأتيه بأفضل الثياب و أطيب الرائحة تناجي الله عز و جل لذلك حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الثومي و الكراثي و البصل ثم الإتيان إلى المسجد فقالوا يا رسول الله أهو حرام؟ قال لا و لكنني أناجي ما لا تناجه؟ يعني أنا أخاطب الرب تبارك و تعالى و أدعوه سبحانه و تعالى فكيف يتأذى الإنسان؟ و كذلك جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم فإذا حضرت بالصلاة و أنت معظم لها مقدرا لهذه الصلاة أنك مع موعد مع ملك الملوك سبحانه و تعالى و ستأتي بأفضل حلة و أطيب رائحة و أطيب كلام ترجو ثواب الله عز و جل لو أن إنسانا قد كان له موعد مع مسؤول أو رجل كبير له جاه عند الناس فيأتيه بأفضل الثياب فكيف بالله تبارك و تعالى و له المثل الأعلى سبحانه و تعالى كذلك أيضا يجب علينا من معرفة الله تبارك و تعالى و هي من أسباب الخشوع أنك تناجي ربك جل و عز الذي خلاقك و صورك و أحسن تركيك بك سبحانه و تعالى فتناجيه و تعرف الله تبارك و تعالى أيضا من الأمور أن يستعد الإنسان حينما يأتي إلى هذه الصلاة و يجعل قلبه يخشع و يتدبر لكلام الله تبارك و تعالى بذلك تكون بإذن الله صلاته و خشوعه و بكاءه في خلوات إذا تكون له زاد إيماني عند الله تبارك و تعالى فالمؤمن دائما و أبدا إخواني الكرام يجب عليه أن يعالج قلبه و يتعاهد قلبه و لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يدعو الله تبارك و تعالى ثم يقول اللهم أسألك يعني أعوذ بك من علم لا ينفع و من دعاء لا يسمع و قال و من قلب لا يخشع كان نبي سلم يتعوذ من القلوب التي لا تخشع فنحن أولى بذلك أن ندعو الله عز و جل أن يرزقنا الخشوع في صلاتنا و في أعمالنا إنه سبحانه سميع قريب و مجيب الدعوات و آخر الدعوان الحمد لله رب العالمين و صل اللهم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين